السلام عليكم أنا عمر جهامة بهذا الفيديو بدنا نقوم بإنشاء متجر دروب شبنج من خلال الورد برس العديد من الأشخاص طلبوا مني أني أقوم بعمل هذا التمرين فإحنا قمنا بإنشاء متجر مميز وأضفنا عليه العديد من الإضافات للأشخاص اللي ما بعرفوا شو هو الدروب شبنج سريعا على سبيل المثال أنا في عندي هذا الإدرس حطه على المتجر تبعي سعره 35 دولار إذا بروح على علي إكسبرس الموقع الصيني الشهير بجد أنه سعره 10 دولار فأنا بضيفه على المتجر تبعي ولما ينباع بحتفظ أنا بهامش الربح وبقوم بطلبه من علي إكسبرس وبرسله للشخص اللي قام بشراءه وطبعا هاي العملية تتم بشكل آلي فأحد فوائد لدروب شبنج أنك أنت ما بتحتفظ بمخزون فقط بتقوم بشراء المنتج لما حد يشتريه بهذا المتجر إحنا راعينا أن نحط جميع العملات اللي في العالم فأي شخص بدخل من أي دولة رح يشوف عملته المحلية على المتجر وهذا إشي رائع إذا بنروح على صفحة المنتج رح تجد أنه هون عملنا خصم أضفنا التقييمات عملنا اللي هو السايز قايد اللي هو تبع القياس أضفنا له زر اللي هو بسموه إكسبرس تشيك أوت يعني من هون بقدر الشخص يشتري من خلال باي بال من غير ما يروح على تشيك أوت من صفحة المنتج نفسها التقييمات اللي أضفناها هي تقييمات موجودة بالصور فحاولنا نراعي جميع الشغلات المهمة اللي بتمكننا يكون عندنا متجر دروب شبنج ناجح كمان في هذا الفيديو حكينا بشكل مفصل على موضوع الشحن وشرحنا كيف نحصل على موردين نحصل من خلالهم على شحن من خمس إلى سبع أيام فكل هاي المواضيع غطيناها في هذا الفيديو الآن اللي بسألني شو الفرق بين الورد بريس وشوبيفاي الورد بريس على المدى الطويل هو أرخص لأنه 3 شهر اشتراك بشوبيفاي بتعادل سعر الاستضافة لمدة سنة في الورد بريس بالإضافة أنه إحنا استعنا بعلي دروب شب في إنشاء هذا المتجر ونزلنا من خلاله قالب مميز مخصص لدروب شبنج ونزلنا إضافة أو بلاجين بتمكننا نشبك المتجر تبعنا على علي إكس بريس فهو المتجر هذا رح يكون متكامل رح تشوف قديش إحنا شارحين الأمور بالتفصيل وبتمنى أنكوا تستفيدوا خلينا الآن نبدأ بالترينينج تبعنا أول خطوة بنضغط على الرابط في أسفل الفيديو حتى نحصل على الخصم الخاص بالاستضافة بنوصل لموقع هوست جيتر هوست جيتر هو واحد من أفضل المواقع لاستضافة متاجر لدروب شبنج فبنضغط هون على get started بننزل هون بنلاقي 3 خطط موجودة عندهم كل هاي الخطط مخصومة بنسبة 60% إحنا رح نتطلع على الخطة الأولى والخطة الثانية اللي هي اسمها hatchling وبابي بلان الفرع الرئيسي بينهم إنه بالهاتشلينج اللي هي الخطة الأولى بتقدر تستضيف موقع واحد بالبابي بلان بتقدر تستضيف عدد لمحدود من المواقع فإذا أنت بدك تعمل هذا الموقع ومواقع أخرى بالمستقبل بنصحك تروح على بابي بلان الجميل في كل هدول الباقات بيجي معهم هذا القفل اللي شايفينه هون هذا بيسموه الـ SSL Certificate اللي هو بضمن أمان وسرية المعلومات من وإلى الموقع وهو مهم جدا في المتاجر الإلكترونية فإحنا لغرض هذا التمرين رح نختار أول باقة ومنضغط هون على Buy Now الخطوة الثانية هون بدنا نختار اسم النطاق أو اسم الدومين شو بقصد باسم الدومين؟ يعني مثلا فيسبوك دوت كوم هذا اسم دومين جوجل دوت كوم اسم دومين فاسم الدومين عادة بدي تكون اسم الموقع تبعك فعشان تلاقي اسم مناسب أنا بنصحك تروح على موقع اسمه namemish.com إحنا الموقع اللي بنقوم بإنشاؤه هو مختص بالومن's fashion يعني بالبلابس النسائية خلينا نجرب مثلا هون نكتب fashion بنضغط على generate نسكر هاي ننزل لتحت على الأخير فرح تجدوا هون اللي هو تحت الـ SEO رح يطلع لك اسماء دومين أو نطاقات بتحتوي على كلمة fashion فمثلا عندكم بانل fashion درويد fashion ايكويتي fashion فبصير يطلع لك اقتراحات بتحتوي على كلمة fashion.com طبعا إحنا اللي بدنا إياه دوت كوم فبتشوف إذا في اسم مناسب من هاي الأسماء لازم تدقق وتتأكد إنه هذا الاسم يكون مناسب الطريقة الثانية إنك إنت تلاقي اسم يعني تتفكر خارج الصندوق يكون اسم مميز إنت تفكر فيه وتختاره إحنا لهدف هذا التمرين بدنا نسمي الموقع تبعنا عمر جي ستور ومن ثم بننزل لتحت هون فهون بنلاقي إنه الموقع متوفر طبعا بنقدر نلاقي مثلا .club.site.net ولكن إحنا زي ما حكينا بدنا .com لأنه هو العالمي أكتر ومن ثم بننزل لتحت هون هون في عندهم إشي اسمه دومين برايفسي بروتيكشن هذا بيكلف 15 دولار بالسنة إيش معناه هذا؟ هلأ إنت لما تسجل نطاق معلوماتك بتكون موجودة في مواقع معينة إذا بدك معلوماتك الشخصية ما تظهر فاختار اللي هي دومين برايفسي هذا إشي برجع لك ولكن أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة معلوماتي تبين فبدي أعمل أنتك عليه يعني ما راح أاخده ورح أنزل هون للخطوة التانية الآن انتبهوا هون كويس هون فيه إشي اسمه البلينغ سايكل اللي هي مدة الاستضافة اللي أنت بدك تقوم بتسجيلها فيه عندك 36 شهر يعني 3 سنين وسنتين وسنة وطبعا عندك 6 شهر و 3 شهر و شهر هدول أبدا أنا ما بوصي فيهم لأنه سعرهم أغلى من السنة وطبعا إنه إذا أنت اخترت استضافة أقل من سنة الدومين أو النطاق بيكون مدفوع ما بيكون مجاني فهو أفضل شيء أنت ممكن تختاره اللي هو سنة فما فوق أنا بالنسبة إلي راح أختار سنة ومن ثم بنزل هون بدخل الإيميل تبعي وهون بعيد إدخال الإيميل وهون بختار باسورد بتأكد إنك تتذكرها للباسورد ما تعمل مثلي بنسى معظم كلمات السر وهون بدك تدخل أربع أرقام هاي الأربع أرقام راح تستخدمها لما تحكي مع الدعم الفني إذا حتاجت في المستقبل فأنا راح أدخل مثلا عيد ميلاد بنتي تاريخ ميلادها ومن ثم بنزل لتحت هون بدنا ندخل اللي هم اللي هم معلوماتك الشخصية فبدخل الإسم الأول وبدخل الإسم الأخير هون الكمبني اتركها فاضي مائلها داعي وهون بدخل رقم التليفون مع رمز الدولة تأكد وهون بدخل مثلا اسم الشارع أو المنطقة وهي الأدرس 2 بنساها وبنزل لتحت هون بدخل الدولة الأردن وبحط المدينة اللي هي عمان وكمان بالستيت هون إيش العقبل بلقى هون العاصمة فيه يعني ما بعرف هاي انت ما بعرف لالدولة تبعتك شو ممكن تطلع ولكن اخترت العاصمة عمان يعني بقصدهم وهون بدخل الرمز البريدي هلا انت إذا ما بتعرف الرمز البريدي للمنطقة اللي انت فيها دخل واحد خمس مرات ثم بنطلع هون بتقدر تدفع بطريقتين عندك الكريدت كارد وعندك الباي بال أنا رح أدفع عن طريق الكريدت كارد فبدخل معلومات البطاقة الاعتمانية تبعتي طبعا السي في في للي ما بعرف اللي هي آخر 3 أرقام بتكون خلف بطاقة الاعتمانية وبنزل لتحت هون الآن بيحكي لك فيه هون خدمات إضافية فأنا ما بديها بتعمل أنتك عليها بنشيلهم ما بنحتاجهم هدول بنعمل أنتك هون وبننزل لتحت هون بتلاقي الكوبون كود موجود لأنك انت ضغط على الرابط تبعي رح تجد أنك انت حصلت على خصم 77 دولار أو 78 دولار وهذا إشي رائع بننزل لتحت الآن نضغط على ومنضغط على طلب مني أني أعمل اختار مونتن أو هل هذا مونتن هذا مونتن هذا مونتن وأضغط على فهيك حكالي وقت ردي نستنى هون عبال ما يخلص فالآن فتحت معاي هاي الشاشة وحكالي فمبروك انت هيك أنجزت أول خطوة وسجلنا بالاستضافة واخترنا اسم النطاق فبنضغط هون على view your dashboard وبتفتح معنا هاي الصفحة لأن بننزل لتحت هون تحت ال control panel رح تلاقي install wordpress فبنضغط عليها ومن ثم بنضغط على install now فبتفتح معنا هاي الشاشة اول خطوة بدك تتأكد انه موقعك اللي موجوده هون اللي هو اسم الموقع اللي اخترته لانه إذا عندك أكتر من الموقع رح يطلعوا هون بننزل لتحت اللي هون اسم الموقع ومعلومات عن الموقع هاي رح نغيرها كمان شوي في مرحلة لاحقة هون بال admin account دخل اسم مستخدم username وكلمة sir اللي هدول رح يمكنوك تدخل على wordpress في مرحلة لاحقة فأنا مثلا ال username بدي اسميه عمر ورح تدخل password هون تكون قوية ومن ثم هون ال admin email رح ادخل ال email اللي انا سجلت فيه بالاستضام في نفس ال email رح استخدمه ومن ثم بننزل لتحت على الآخر وبنضغط هون على install فالآن رح ياخد شوية وقت وهو عم بنزل ال wordpress على الموقع تبعك فالآن حكالي congratulations the software was installed successfully وهون بدك تتذكر هذا الرابط اللي بيدخلك على ال wordpress فبندغط عليه الآن اذا طلعت لك هاي الصفحة او صفحة page not found فهذا معناته انه السيرفرات لسه ما عملت update باسم النطاق تبعك عادة بتاخد من 30 الى 60 دقيقة احيانا بتاخد حتى 24 ساعة فانت بدك ترجع تشييك كل شوي انا بفضل انك تاخد استراحة لمدة ساعتين وترجع تشييك كمان مرة فانت تتذكر الرابط اللي بدك تدخل عليه اللي هو هذا الرابط اللي هو اسم موقعك slash wp-admin ترجع بتدخله هون فاذا لساته مش شغال فمعناته انه لسه السيرفرات حول العالم مش updated باسم النطاق تبعك فاستنى شوية وقت انا رجعت عملت refresh بعد 30 دقيقة فتحت معاي هاي الشاشة واللي هي صفحة الدخول الرئيسية للورد برس فاخد معاي 30 دقيقة حتى عرف النطاق على جميع السيرفرات الان هون بدي ادخل اليوزرنام اللي دخلناها قبل شوي وإحنا عم بننزل الورد برس فانا حطيتها عمر وهون بدي ادخل الباسورد وعمل remember me واضغط على login فهيك اعزائي فتحت معكو الصفحة الرئيسية للورد برس وهيك انجزنا اول خطوة انه سجلنا بالاستضافة ونزلنا الورد برس على الموقع تبعنا والموقع تبعنا زي ما بتلاحظ وصار سيكيور شايفين القفل صار موجود عليه وصار سيكيور وهذا ايش كتير رائع الآن ضل عندنا خطوة اخيرة مهمة جدا بنروح على الايميل بنلاقي ايميل اسمه لانشباد اللي هو verify your contact information بنضغط عليه وبنثم بنضغط على هذا الانك فهيك احنا عرفنا الايميل تبعنا وبقولك your email has been verified successfully الآن في هاي الخطوة بدنا نقوم بتجهيز لوحة التحكم الرئيسية بالورد برس فأول خطوة بنعملها بنروح هون على plugins وبنضغط هون على installed plugins بننزل لتحت هون وبنضغط هون على plugins يعني بنختارهم كلهم بنضغط على هاي وبنروح هون بنضغط على deactivate وبنضغط apply الخطوة التانية بنرجع بنختارهم كلهم من هون وبنروح بنضغط على delete وبنضغط على apply نحكيله اوكي الخطوة التانية بنروح على pages وبنختار all pages اللي هم الصفحات وبنروح هون بنختار هدول وبنختار اللي هي move to trash وبنضغط على apply يعني بنمحيهم الآن بنروح هون على settings وبنروح على general أول خطوة هون بدنا نسمي الموقع تبعنا بتتذكروا لما كنا بنزل الwordpress قلتلكوا في معلومات عن الموقع بندخلهم بعدين فمن هون بدنا نحط site title اللي هو عنوان الموقع او اسم الموقع انا على سبيل المثال بدي اسميه عمر store وهون tagline بالانجليزي كاتبين in few words explain what this site is about يعني بكلمات بسيطة احكي لنا عن ايش هذا الموقع فأنا بدي يعني انا ببيع زياء نسائية رائعة بهاي الطريقة فانت بدك تدخل يعني كلمات بسيطة بتتعرف الموقع تبعك الآن بننزل لتحت هون هون بالtime zone بدك تختار اللي هو الوقت تبع بلدك يعني مثلا الاردن اللي هي utc يعني utc معناها gmt يعني زائد 3 الامارات اتوقع زائد 4 فانا يعني الاسبوع امت بيبدأ انا بيبدأ عندي الاسبوع يوم الاحد فانت حر بدك تخليها او تغيرها ومن ثم بنضغط هون على save changes الخطوة التانية بنروح تحت settings في اشي اسمه اللي هم بيرما links بنضغط عليهم وبنختار post name وبننزل لتحت بنضغط على save changes الآن بنرجع للداشبورد وهدول بنحاول ننظفها اللي هي الداشبورد اللي هي لوحة التحكم الرئيسية يعني هاي تعتبر الصفحة الرئيسية للوحة التحكم تبعة الwordpress بنضغط هون على dismiss وهاي بنصغرها بهاي الطريقة بنصغرهم كلهم بهاي الطريقة فهيك منظرها بيصير كتير الطف الآن الخطوة التانية بدننتقل عليها بدن نقوم بتحميل البلاجين أو الإضافة اللي بتمكننا ننزل البضاعة من علي إكسبرس على متجرنا بشكل آلي اللي اسمها علي دروب شب بلاجين وبدن نقوم بتنزيل قالب مميز جدا للدروب شبك الآن نضغط على الرابط اللي موجود في أسفل الفيديو حتى ننزل الإضافة اللي بتشبك الموقع تبع الورد أو المتجر الإلكتروني طبعا الورد بريس بعلي إكسبرس هاي الإضافة الوحيدة حسب علمي اللي بتشبك الورد بريس بعلي إكسبرس وهي فعلا جيدة جدا هدول علي دروب شب بشتغلوا فقط بالدروب شب يعني هم كل إشي بعملو في حياتهم متخصص بالدروب شب يعني ما لهم علاقة في أي بزنس ثاني فأنا بصراحة استخدمت هاي البلاجين أكتر بمرة وهم جيدين جدا الآن هدول الجماعة كمان يعني الشيء بالشيء يذكر إذا أنت بدك شخص يبني لك المتجر تبعك في عندهم إذا بتروح حون على البرودكت وبتروح على اللي هم البريميوم دروب شب في عندهم اللي هم متاجر هاي المتاجر شغالة بيحكو لك هذا المتجر بيعمل 523 ألف دولار بالشهر هلا أنا مش متأكد بس هم هيك بيحكوه هذا المتجر بيعمل 49 ألف دولار فبقولولك هدول المتاجر إحنا بنعمل لك متجر بالضبط مثله وبنضف لك عليه نفس المنتجات أو نفس البضاعة اللي موجودة على هاي المتاجر فهم هاي الخدمة بيقدموها بكلفك المتجر تقريبا 300 دولار على سبيل المثال خلينا نروح على هذا المتجر اللي بيحكوه بيعمل 500 ألف ونروح view this site وهذا المتجر للكار أكسيسوريز يعني هم باختصار بيعملو لك متجر وهم بيضيفو لك المنتجات من علي إكسبرس أنت فقط بتشتري الاستضافة والباقي هم قوموا بإنشاء المتجر وإضافة الإبضاعة وبقولولك كيف تضيفو على الإضافة تبعتك الآن كمان شغلة عندهم إنه بس تشتري المتجر بتقدر تشتري اللي هو بيسموه الانستوليشن باكيج يعني هم ينزدو لك إياه كمان على الاستضافة وبتقدر تشتري بين عندهم إشي اسمه الماركيتنج باكيج يعني إنه بيعطوك كيف تسوق المتجر بيحكو لك أفضل الطرق بيعطوك الكامبينز وغيره في كتير ناس بتستخدمه ولكن هذا إشي برجع لك بصراحة يعني حسب إنت وعزمك الآن بنرجع لصفحة البلاجين تبعنا هذا البلاجين سعره 89 دولار تدفع مرة واحدة فقط ومن خلاله بعد ما تشتريه بتقدر تنزل اللي إحنا رح نعمله خلال هذا التدريب ثيم أو قالب مميز جدا للدروب شبينج بشكل مجاني وبتفعله بطريقة جدا آلية على علي دروب شب وعلي إكسبرس فبننزل هون وبنضغط على باي ناو ومن ثم بندخل الإيميل تبعنا وبننزل تحت بندخل معلومات البطاقة الاقتمانية ومن ثم بنضغط على كومبليت أوردر فالآن قال لي كونجراتوليشن زيو بيرشيز علي دروب شب بلاجين بننزل لآخر الصفحة هدول إضافات إحنا ما بنحتاجها بننزل لآخر الصفحة وبنضغط على سكيب دي ستيب وبرضو كمون مرة بننزل لآخر الصفحة بنضغط على سكيب دي ستيب وبنوصل لهاي الصفحة اللي إحنا من خلالها بنقدر ننزل البلاجين تبعنا فأول إشي بنعمله بنضغط على هاي داونلود بلاجين اللي هي 7.2 بلس فيرجين فعم بتحمل عنا شيء زي أنتو شايفين هون فبنمسك هذا الفايل بنحطه هون عنا على الدسكتوب وبنرجع هون بننزل لتحت شوي وشايفين هاي سي all themes بنضغط عليها right click وبنعمل open in new tab فالآن تفتح معنا هاي الصفحة هاي الصفحة بتحتوي على قوالب عديدة مميزة للدروب شبينج هاي القوالب معمولة للدروب شبينج يعني علي دروب شب عاملها بطريقة إنها تكون مناسبة للدروب شبينج في اشي منها مدفوع واشي مجاني إحنا رح نختار واحد من القوالب المجانية وهو أفضل قالب أنا بفضله اللي اسمه rubens فبنضغط عليه وبننزل لتحت شوي وبنضغط على download theme وبنمسكو برضو بنحطو على desktop بهاي الطريقة فاحنا صار عنا فايلين فايل الاول اللي هو في البلغين تبع علي dropship والفايل الثاني اللي في القالب اللي بدنا نحمله على الموقع تبعنا فبنرجع على wordpress وأول خطوة بنروح على appearance themes ومن ثم بنضغط على add new وبنعمل upload theme بنروح هون choose file وبنختار الفايل اللي هو rubens اللي نزلنا احنا theme من علي dropship وبنضغط على install now وبنضغط هون شايفين activate فالان هذا theme صار فعال عنا اذا بنروح نشوف الموقع تبعنا خلينا نجرب هيك رح يحكي لك please activate علي dropship بلغين يعني انت الtheme صح بتنزله مجاني ولكن لازم تكون البلغين مفعله على الموقع تبعك فبنرجع على لوحة التحكم الرئيسية وبنروح على plugins وبنضغط على add new وبدنا ننزل اضافة اللي اشتريناها من علي dropship وبنضغط هون upload plugin بنضغط choose file وبنختار ملف الاستضافة اللي نزلنا تنتبه انك تختار ملف الاستضافة مش تختار theme بنكبس عليه double click وبنضغط هون على install now فهيك نزل معاي هذا البلغين بضغط هون على activate plugin الان اذا بدأ اروح اشوف الموقع فبلاقي theme نزل على الموقع وهذا اشي ممتاز الان خلينا نرجع على لوحة التحكم الرئيسية الخطوة التانية بدنا نقوم بتفعيل هذا البلغين فبنضغط هون على dropship وبنروح على dashboard وفي هذا اللي هو your license key هذا اللي هو لما اشترينا اللي هو الاضافة كان موجود على صفحة thank you page وبتلاقيه كمان في email جايق على email اللي دخلته فبتاخده من هون او من هناك وبتروح بتعمله paste هون ومن ثم بتضغط على activate فهيك حكالة congratulations your license has been activated وهي اول خطوة بتحميل البلغين على الموقع تبعنا الان بنقوم بتحميل اضافة مهمة جدا فبنروح بنعمل بحث على شي اسمه علي dropship chrome extension خلينا سكر هدول ومنضغط عليه وبنعمل add to chrome بنعمل add extension فبنضاف عنا هون الخطوة التانية بنروح هون بنعمل بحث على شي اسمه علي express image downloader بنعمل enter فبطلع معنا هذا extension بنكبس عليه وبنضغط هون برضو add to chrome add extension انا بنرجع على واحدة التحكم الرئيسية وبنضغط هون على اللي هو علي dropship فالآن بدنا نشبكه مع الموقع تبعنا فاللي بنعمله شايفين بنروح بناخد الدومين بهاي الطريقة اللي هو omarjstore.com مع الطبس بنعملها copy وبنفتح هذا اللي هون وبنضغط على علي dropship وبنعمل paste بنحط الدومين هون وبنضغط على add وبنضغط على login ومن ثم بنضغط على authorize فهيك حكى لنا your ali dropship chrome extension has been authorized فهيك انت عرفت الاكستنشن عشان لما تحمل بضاعة من علي اكسبرس على المتجر تبعك ما تواجهك اي مشكلة الآن بدنا ننتقل للخطوة الثانية نتعرف على المنتجات اللي بدنا نضيفها نشوف مين هم افضل موردين ونشوف مدة الشحن اللي احنا ممكن نقبلها فهذا كله رح نحكي بالخطوة الثانية اول خطوة بنروح على ali express dot com وبنلاحظ هون انه علي dropship بنزل لبلغين تبعته الاضافة عساس يسهل لنا عملية نقل البضاعة من علي اكسبرس للمتجر تبعنا فاول شي بنقوم فيه بنروح بننشئ حساب اذا انت ما عندك حساب علي express بتروح حون على الاكاونت وبتضغط على join تحط الايميل تبعك وبتختار password ومن ثم بتضغط على create account please enter 6020 az only ok وهيك صرنا دخلين بعلي express بالlogin او بالاكاونت تبعنا الان احنا بدنا ندور على products اهم شيء اللي هو موضوع الشحن لانه اكبر مشكلة عم بتواجه جميع الاشخاص فرح اعطيكو معلومات صغيرة تستفيدوا منها على سبيل المثال انا بدي ابيع اشي له علاقة بالملابس النسائية فخليني اعمل هون بحث على dress الان عندي هدول كل هدول اللي موجودين اول خطوة بدي اعملها بدي اروح هون واغير الشبتو اذا موجود ببلد تانية غيره ل اليونانتيد استيتس ومن ثم اضغط على save فبهاي الطريقة انت حكيت لعلي اكبرس انك انت بدك تشحن او المدينة الرئيسية اللي بدك تشحن عليها اللي هي الولايات المتحدة ومن ثم هون شايفين اللي هو شب فروم بنضغط عليها وبنضغط على اليونانتيد استيتس يعني اشحن فقط من اليونانتيد استيتس هاي ايش معناها معناها انه علي اكسبريس بس بطلعلي الموردين لانه في علي اكسبريس في موردين موجودين عندهم مخازن في امريكا فبالتالي انا لما اختار الولايات المتحدة بطلعلي فقط هؤلاء الاشخاص فعلى سبيل المثال خليني اروح على هذا اختاره وبنزل لتحت هون بجد انه في شب فروم ينايتد استيتس وبختار مثلا هذا وبختار المقاس وبنزل تحت هون بحكيلي delivered before june 9 or full free shipping june 9 ايش معناته june 9 june 9 يعني بعد تسعة ايام من تاريخ اليوم يعني انه خلال تسعة ايام بيكون موصله هذا واحد من الامثلة خلينا ناخد مثال تاني نعملهم sort by orders من هون بتقدر تعمل sort يعني تشوف انو اكتر اشي انطلب فخلينا على سبيل المثال ناخد هذا وننزل لتحت نقول له ships from United States large بنكبس هون فهم بطلعوا معنا طرق الشحن شايفين من خمس لسبع ايام عن طريق اليو بي اس بيوصلوا لامريكا ويعني هذا طبعا مش رح تختاره فتخيلوا انتو خمسة ايام يعني حتى ممكن يوصلوا بتلاتة او اربعة فانت هيك ازا انت فقط بدك تبيع للولايات المتحدة بصراحة في كتير ناس بلجأوا لهاي الطريقة فقط هم بنشئ المتجر تبعه وبيكون مركز على امريكا انو يبيع وبعمل الحركة هاي اللي هي ships from United States only فبالتالي باخد وقت شحن رائع جدا وسعر الشحن طبعا رح يطلع معك بالربح اللي هو انت بتضيفه على البروداكت وانو انت كمان بتقدر تشرجهم يعني بتقدر تضيف مبلغ للشحن فهذا اشي كتير رائع انت ممكن ما بتعرف عنه بتقدر تتعلم انك انت فقط تعمل متجرك يكون ببيع ل United States فهاي خطوة انت تذكرها تماما الان لو بدنا نعتبر انو احنا ما بدنا نبيع فقط لـ United States بدنا نبيع لكل بلدان العالم اللي بتعمله خلينا نروح مثلا ship from China وخلينا نفترض انو احنا بدنا نبيع للامارات انت موجود بالامارات بدك تركز على السوق الاماراتي فاول اشي بنعمل search على address برضو بنفس الطريقة ومن ثم بنعملهم sort by orders بنشوف ايش اكتر اشي انباع فعلى سبيل المثال هذا ما بيوع منه 834 بندخل عليه وبننزل لتحت هون وبنكبس اللي هي to United States via Aliexpress standard shipping هون ورح اتجد انو free shipping رح يوصلوا خلال شهر هم عادة لما يحطوا بقولوا three business weeks يعني هي ثلاثة اسابيع عمل يعني ما بيحسبوا الweekends ولكن احنا ما بدنا نشحن لـ United States خلينا نكتب مثلا هون United Arab Emirates فهون بيّم معاي انو هو عشان يشحن للامارات رح ياخد اكتر من شهر وشوي وهذا كتير طويل الان في عنده طريقة اللي هي من 7 ل 15 يوم ولكن بيشرج 47 دولار فهاي مش منطقية فانا بالتالي ايش بعمل انا هذا السبلاير او هذا المورد اللي هو بيقدم هاي الخدمة اللي هو اشو ابرل ستور ما بطلع عليه بشيله من حسبتي لانو انا بدي ابلش ادور على الموردين اللي فقط بعطوني شحن اللي انا بديه فبروح بسكر هاي وبروح على اشي اسمه sale.alyexpress.com هذا ايش بطلعلي بطلعلي ال top brands رح اتركلكوا الرابط اسفل هذا الفيديو فانت بتقدر تشوف فقط اللي هم افضل الموردين اللي موجودين ضمن علي اكسبرس وبتنزل لتحت رح يعطيك list فيهم بتنزل وتضغط على view more فهون رح يبين لك بكل يعني مثلا هون بالفون والأكسيسوريز بيقول لك هدول افضل موردين موجودين بعلي اكسبرس بالومنز كلوذنج هدول الافضل بالكونسيومر الالكترونيك فكل واحد بدك تدخل عليه وتشوف مدة الشحن الان احنا المتجر تبعنا بدنا نعمله للومنز كلوذنج للملابس النسائية فاذا بنطلع هدول بنظرة بسيطة بنجد انه شي ان اللي هو المتجر اللي مشهور جدا موجود على علي اكسبرس فخلينا نكبس عليه فبتجد انه مصنفه top brand فخلينا مثلا ننزل نشوف اللي هم البروداكت تبعون لدريسز هون بننزل لتحت خلينا ننجي على سبيل المثال هاد بننزل لتحت كمان الان هون بيبين لك شو طرق الشحن اللي موجودة عنده فبنكبس عليها الان بيوصل لامريكا خلال اسبوعين بس بيشرج 25 دولار لان اذا لك توصل انت لبلد مختلف حكينا احنا الامارات او السعودية او غير خلينا نكتب هوا مثلا united arab emirates رح تجد انه في عنده طريقة شحن اللي هي اراميكس اللي بيوصلها خلال ثلاث اسابيع وهو عادة بيوصلها باقل من هيك كتير لانه انا بعرف ناس بطلبوا منه فمدة الشحن تبعته قصيرة لانه اراميكس زي DHL يعني مش انه عن طريق البريد فهي عادة بتكون سريعة فقديش سعر الشحن هون 15 دولار فانت ممكن تضمن سعر الشحن مع البروداكت او المنتج او ممكن تضيف سعر الشحن على ال تقول انه مثلا هذا ب15 دولار او ممكن انك تحطي انه يشتري بمبلغ معين عشان تعطيه شحن مجاني عشان تكون تأكد انك ربحت وطلعت سعر الشحن فهاي واحدة من الطرق الممتازة جدا انك انت تعرف من المورد الجيد اللي بتقدر تتعامل معه ولازم تشيك انت حسب وين بدك تبيع تشوف مدة الشحن يعني انا بعرف الناس بوصوا منهم الاردن بوصل بخلال اسبوع لعشرة ايام فهاي واحدة من الطرق خلينا نشوف واحد تاني موجود مثلا نعمل view مور هون نرجع وانزل تحت على women's clothing خليني اشوف هذا simple مثلا على سبيل المثال اللي هو brand تاني برضو هذا حطت لي علي express من top brands اللي شيرتز بنزل تحت بعملهم sort by orders خليني على سبيل المثال اشوف هاي بضغط عليها وبنزل لتحت على shipping وهون بيبين عندي شو اللي موجود عنده هلا لامريكا بوصل ب28 دولار يعني انت لا تستحي انك تشرج للشحن يعني هي مش حرام انك انت تضيف مبلغ للشحن فهاي النقطة راح نتناقش فيها جدا لما نعمل اعدادات الشحن على الموقع الآن خلينا نفترض انه بنشحن للامارات على سبيل المثال بده شهر وشوي عشان يوصل باللي هي الى express standard shipping عن طريق DHL ممكن يوصل من اسبوع ل 15 يوم ويكلف هذا المبلغ فهذا المبلغ اللي هو 43 دولار عالي شوي الا اذا احنا بنعمل minimum order عشان الشخص ما يدفع قيمة الشحن يعني بنقول لازم تطلب 150 دولار والشحن بطلع 20 دولار يعني راح نعالجها بطريقة ولكن هذا مش افضل مورد ممكن نتعامل معا يعني مش زي شي ان اللي شفنا قبل شوي فانت بهاي الطريقة يا عزيزي بتقدر تشوف هدول بالمجال اللي انت بتكتبيع علي يعني في كل المجالات عندك home and garden jurely and watches عندك هون security عندك هون sports فبتقدر تشوف جميع هدول الموردين وتشوف طرق الشحن لازم تعمل تست تشوف بهاي الطريقة ايش الافضل للك عشان بعدين ما تواجهك مشاكل لانه هو صراحة مع الزبون تبعك هي افضل شيء لانه لازمون لو متوقع انه يستلم البضاعة تبعته بعد اسبوع وما وصلت ممكن يعمل لك مشكلة ووريتكم كمان انتو كيف اذا بتكون تبيعوا فقط للولايات المتحدة الامريكية كيف تعملوا فلتر فقط لل warehouses او المخازل الموجودة بامريك الان في نقطة تانية في موقع اسمه ecom hunt رح اترك لكم الرابط في اسفل الفيديو هذا الموقع بعمل بشكل يومي تحديث بيبين لك ايش هم المنتجات اللي موجودين بعلي اكسبريس وهم بسموهم وينينج برودكت المنتجات الناجحين فبتلاحظ هون انه عم بيضف لك هذول برودكت بشكل دائم هذا التسجيل فيه مجاني ولكن كأنه بيبين لك عشر منتجات على التسجيل المجاني اذا بدك تشوف اكتر من هيك انه بتدفع عشرة دولار بالشهر ما بعرف بصراحة ايش الباقة تبعته ولكن على سبيل المثال حكيلك هون انه هذا المنتج هو منتج رابح اللي هو women breathable walking sandals فبضغط عليه show me the money بنزل هون بعطيني details عنه بقول انت تبيعه لانه ما في لسه عليه منافسة عالية واذا بتضغط هون بيبين لك اللي هي صفحة هذا المنتج على علي express فهذا ecom hunt جيد جدا وانا بنصحكم تستخدموه اذا انتم بتكم تعملوا تشوفوا ال winning product في طريقة تاني انا حكيت عليها بالسابق انك انت بتروح على google وبتعمل بحث على free shipping ومن ثم بتروح بتختار الفيديو فقط هون فهاي الاغلب هي منتجات شو اسمه drop shipping يعني المنتجات اللي هون فاحنا بنروح بندور على احدث الفيديوهات وعليها views عالية فخلينا على سبيل المثال نشوف هذا ال product هذا ال product عليه 668 الف view ومعمول تقريبا الاعلان تبعه قبل 3 اسابيع فبندغط عليه شوف ايش هذا المنتج فبندجد انه هذا اللي بشيل الصدق او كذا خلينا ندخل على store بنروح هون وبندغط على store فرح نجد هذا المنتج شايفين store قديش تعيس بشراحة وهذا ببيع يعني اكيد تأكدوا انه ما في حدا بدفع على اعلان يصير عنده كل عدد هاي المشاهدات الا اذا عم ببيع يعني ما في حدا بحرق مصاري فهاي الطريقة اللي انت بتقدر تشوف منها المنتجات الرابحة الان عشان تجد المتاجر الناجحة في drop shipping بتروح على google بتعمل search best drop shipping stores اوكي فرح يطلع لك هذا الخيار اللي هو موقع اسمه shoppy stores اللي هو top shopify drop shipping stores تضغط عليه فهون رح يعطيك اللي هم اكتر مواقع اللي عليهم زيارات وعليهم حركة فخلينا نسكر هدول فعلى سبيل المثال خلينا نشوف مثلا اللي هو هذا اللي هو بت boutique اللي هو اشياء معمول شكله للحيوانات مثلا اذا بنضغط على هذا هون هذا موجود بعلي express 100% زي ما انا شايف كون هذا drop shipping store وهذا من افضل لdrop shipping stores فأنت بتدر تاخد افكار تشوف ايش المتاجر اللي ناشحة و ايش اللي عم تعمله بطريقة مختلفة فعشان نجد هذا البرودكت بعلي express بدنا نروح ننزل بلغين اسمه علي express image search هذا بلغين بتنزله فبتضغط عليه هون ومن ثم بتضغط على add to chrome بعمل add extension فبنرجع هون على هذا الصورة بنعمل right click شايفين طلع معاي هون search goods on ali express buy this image بنعمل هيك فهون بيّنوا معاي الصور المشابهة لهذا البرودكت بتقدر تضغط عليه يعني مثلا هذا 4520 sold بتكبس عليه هون فباخدك على ali express على صفحة هذا المنتج فهذا ايش كتير كويس انك تستخدموا هذا البلغين اسمه علي six المهم فهذا واحد من المتاجر اذا بنضغط بيبيع اللي هم شغلات فقط للبيتس اللي هم الحيوانات هذا التخصص كيف مثلا لما تعمل متجر للملابس الرجالية متجر للملابس النسائية متجر للووتشز هذا تخصص يعني متجر بيسموه niche store وفيه اشي تاني بيستخدموه بالdropشبينج بيسموه general store اللي هو بيبيع اي منتج ناجح بيلاقيه مثلا على هذا الويبسايت ايكم هانت او بيلاقيه اعلانات الفيسبوك وبضيفه عنده فخلينا نرجع هون ندور على واحد من المتاجر اللي بيسموها اللي هم الناجحة خلينا نشوف مثلا هذا المتجر ننزل لتحت هذا المتجر من المتاجر اللي احنا بنسميه general store اللي هو بيبيع كل شيء top selling او branded عندك مثلا هاي ملهاش علاقة بهاي ملهاش علاقة بهاي ولكن كل هدول هم ناجحين وهو عم بيقوم ببيعهم لانه هو بيقوم فقط بالترويج لا مثلا الصفحة هاي اللي هي صفحة المنتج ما بيقوم بالترويج للصفحة الرئيسية فهذا ايش برجع لك انت ايش بدك تبدأ في هل بدك تبدأ في متجر يكون مثلا خلينا نفترض مثل شوف العلاقة بالمنكير يعني مثلا هذا المتجر هو متجر ببيع منتجات تجميل فهل انت بدك تروح على اشي من هذا النوع ولا بدك تروح على متجر عام فهذا اشي انت بدك تفكر فيه وتحسب الميزات والمساوي الميزات انك انت بتحط اي منتج ناجح موجود عندك بالمتجر اللي بيسموه المتجر العامل جنرال ستور وبتحاول تعمله ترويج فقط لصفحة المنتج المتجر اللي هو بيسموه نيش ستور او المتجر المتخصص مثل هذا المتجر انت ممكن تعمل زي علامة تجارية والناس يدخلوا على صفحة المنتج ويشتروا شغلات تانية لانه كله في اهتمامهم يعني لو واحد دخل على صفحة المنتج ممكن يشتري انت ممكن السيلز طبعك يزيد وبصراحة انا بحس انه المتاجر اللي بتكون متخصصة لها معنى اكبر من المتاجر اللي مثل هذا اللي بتكون لامة من الشرق ومن الغرب فهذا يا اعزائي انتو اللي بتحتاجوا تعرفوا حول المنتجات ومندة الشحن وكيف تلاقوا المنتج الناجح ما عمرك وما تشتروا كورس وما تردوا عحدا بقولكو انا بعطيكو الصافي ما بعطيكو الصافي اما انا بالنسبة لهذا المتجر بدي اروح على اللي هو SH اللي هو شيئن واروح على هذا المتجر واخد كل بضاعتي من هذا المورد يعني انا قررت انه انا كل المتجر اللي بدي ابنيه لدروب شبنج اللي هو الومان كلودز كله رح ااخده من شيئن فالان بدنا ننتقل للمرحلة التانية اعلمكم كيف اضيفوا المنتجات على من علي اكسبرس للمتجر تبعكم باستخدام البلاجين تبع علي دروب شب وكيف انه نزبط هذا المنتج ويكون مناسب عشان يطلع على الموقع تبعنا الان بهاي الخطوة بدنا نقوم بتحميل المنتجات بشكل آلي من علي اكسبرس على المتجر تبعنا اول شيء بنروح على المتجر هون ومن ثم بنضغط على البروداكتز هدول المنتجات بيجوا مع الثيم هدول المنتجات وهمية فلازم نمحيهم فبنضغط هون وبنروح هون بنضغط على موف تو تراش وبنضغط على أبلاي وبنثم بنروح على التراش بنختارهم وبنعمل دليت بيرمننتلي وبنعمل أبلاي فهيك احنا محينا كل المنتجات اللي جاي مع هذا القالب او الثيم الخطوة الثانية بنروح على البروداكتز كاتيجوريز اللي هم المجموعات تبعة المنتجات برضو بنعلم عليها هون وبنروح بنضغط على دليت وبنضغط على أبلاي فهاي اول خطوة لازم ناخدها الخطوة الثانية بنرجع على المتجر هون خلينا نفترض انه أنا بديكون في عندي تلات مجموعات لغرض هذا التمرين انت ممكن يكون عندك اربعة او خمسة انت حر اول مجموعة بديكون عندي اللي هم اللي هم الفساطين فبضغط هون على دريسز بنزل هون مثلا بعملهم سورت باي أوردرز أشوف اللي هم أكتر طلبا وعلى سبيل المثال عندي هاد بكبس عليه فانه بحسه انه جيد وجميل وانه عاجبني فاللي بعملو كالآتي بطلع لفوق شايفين كبسة ايدت اللي هون هذا اللي هو جاي مع علي دروب شب اللي هو البلاجين اللي نزلنا هذا بنزل على علي اكسبرس هذا بالوضع الطبيعي ما بيكون موجود ولكن مش احنا فعلنا فهو بطلع بهاي الطريقة فبنضغط هون على ايدت فهون رح يبين عندي كل تفاصيل المنتج يعني عشان انا اعملها ايدت او اعدل عليها قبل ما ابعتها على المتجر تبعي فأول شي بروح بشيل اللي هو الشيئن اللي هي علامة المنتج خلني اشيل برضو هاي واروح هون على نهاية درس وامحي الباقي اخلي الاسم يعني يكون بهاي الطريقة بعمل كوبي لهذا الطايتل اللي هو العنوان وبنزل هون شايفين البرمالينك اللي هو هذا رابط المنتج على الموقع تبعي بكبس عليه وبمحي اللي موجود وبعمل باست بحط هاي اللي هون وبين كل كلمة وكلمة بحط هاي اللي هي الداش عشان البرمالينك ما فيها ما بتقبل فراغات لازم يكون بهاي الطريقة وبعمل صح فهيك انا عندي اللي هو غيرت مجموعة لهذا المنتج فهذا احنا حكينا اللي هي مجموعة لدريسز فبكبس على add new كاتيجوري هون وبضع اكتب هون دريسز اوكي يعني قبل ما ابعتها على الستور بعدل كل اشي هون هذا افضل انت ممكن تعدلها من المتجر تبعك ولكن انا بفضل تعدلها من هون وبتضغط هون على add فانت عملت مجموعة جديدة وضفت عليها هذا المنتج الخطوة التانية بننزل لتحت الان رح تلاحظ انه في عندي انا هذا size guide تبع الشي فانا هذا شو بدي اروح امحي اضغط عليه هيك واعمل delete وبرضه اي اشي له علاقة بالشي ان لازم اشيله عشان ما يبين عندي بس بخلي اللي هم details اللي هم ما عليهم العلامة التجارية تبعت المنتج فبشوف هاي الصور ما عليها علامة تجارية اوكي 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 الان هدول الصور اللي هم gallery اذا انتو شايفين العلامة التجارية ظاهرة هون فشو بعمل شايفين هذا القلم اللي هون بضغط عليه وبروح على المنتج بدي اقعد اشيل هاي الشي فبمسك هذا اللي هو القلم اللي هون وبكبس على اللون اللي هو جنب اللوغو وبعمل هيك شايفين سحر اختفى وبرجع بعمل save فاختفى من عندي اللوغو برضو بروح هون بنفس الطريقة بمسك القلم وبروح بعمل هيك فبرضه اختفى عندي اللوغو ومتلا اذا في اشي انت ما بدك اياه متلا بتعمل عليه اللي هو هاي علامة اللي سألت المهملات عشان تمحي خلينا نمحي هاي ونخلي هدول التنين الباقين طبعا انا عشان الترايننج عبحاول اسرع شوي ولكن انت بتاخد وقتك نمحي هاي بنعمل save ونفس الشي بتخيل هون لا هاي ما عليها لوجو فهاي كويسا فالمهم احنا عدلنا هدول الصور وبننزل لتحت هون لبرايسنج ما رح نعمل في اشي رح نعضله بمرحلة لاحقة هون في عندي لونين اللي هم الوايت والمالتي هدول الاتريبيوتس اللي هم تفاصيل المنتج بنخليهم وهدول المقاسات اللي هون وبننزل لتحت هدول الاتم specifies هدول احنا ما بنحتاجهم فبنضغط هون وبنعمل على delete فبنمحوا معنا فهذا المنتج صار موجود بالمتجر تبعي لما أروح على المتجر هون وأروح على products رح أجد هذا المنتج موجود فإذا بدي أشوفه كيف بطلع منظره على الموقع بضغط هون على view فبطلع منظره بهاي الطريقة شايفين قديش المنظر مناسب جدا للموقع أنا شايفه جدا جميل الخطوة الثانية إنه size الحلو بهذا القالب إنه حطين اللي هو معيار المقياس حطينه بشكل آلي فهذا إنت مش ضروري تعمل منه إشي هذا موجود بالقالب بشكل آلي فهذا إشي كتير كويس حطين هدول اللي هم علامات الثقة اللي هو بتشجع الشخص إنه يشتري فهذا إشي كتير ممتاز وحط معلومات على الشيبينج يعني هاي طبعا بنغيرها بمرحلة لاحقة إذا بدنا ولكن هم هدول خبراء في الدروب شبينج هم شغلتهم علي الدروب شب شغلته الأساسية الدروب شب فهو عامل المتجر مخصص مش متل الشوبي في عنده اللي هو إنه بعمل متاجر لكل شي ولكن علي دروب شب بالذات بيشتغل بطريقة مختلفة تماما مخصص لدروب شب إذا بدي أرجع على المتجر الرئيسي تبعي هون وأضغط على edit من هون كمان بقدر أعدل تفاصيل على المنتج أي شي بقدر أعدله كمان من هاي الصفحة فهذا كمان يعني إذا نسيت إشي لما كنت تعمله publish من هون أو تحول من علي إكس برضو بتقدر تعمل تغييرات هون خلينا ننزل لتحت هون بدي أروح على reviews بدي أطلع اللي هم المراجعات المنتج reviews اللي هي تقييمات فبكبس عليها باختار اللي هو reviews only four star بحط هون four stars and higher بحط all selected countries translate reviews للعرق للإنجليزي ممكن ترجموا للغات عدة ومن ثم بتحط اللي هم import reviews with images only يعني فقط reviews أو المراجعات اللي فيها صور وبننزل لتحت هون بقولك skip reviews with keywords ما بدنا إياها وبنضغط هون على import now فهو رح ياخد شوية وقت ولكن إنه بيبين هون ال progress اللي موجود عندك فبحكي 20 reviews imported أوكي فبروح هون بعمل update وبضغط هون على preview changes فبفتح لي صفحة المنتج تبعي فالآن صار فيه عندي 20 reviews لما أكبس عليها مثلا هون فببين عندي شايفين اللي هم reviews أو المراجعات اللي فيه معها صور يعني يعني هدول يعني هدول فيه صور فيه ناس شاريينه ولبسينه هاي بتعطي كتير ثقة للناس اللي اشتروا المنتج تبعك يعني لأنه كل ال review معها صور فهذا إشي كتير كتير كويس فبهاي الطريقة أنت بتنزل المنتج على الموقع تبعك وبتنزل ال review على صفحة المنتج خلينا نزل كمان واحد نرجع على العلي express وبنروح على نعمل back هون خلينا نروح لأن نزلنا احنا dresses خلينا نختار مثلا هون tops نكبس عليها وبننزل تحت هون نعملهم sort by orders برضو وبننزل مثلا خليني أختار هاي على سبيل المثال بضغط هون على edit وهون بدي أعدل الاسم تبعها زي ما اتفقنا نشيل هاي floor print grown shirt حطها short sleeve top بهاي الطريقة بعمل copy بروح هون بعدل permalink بمحي هاي بحط الاسم بحط dashes ومن ثم بضغط هون على صح الان هون categories هدا هوا الكاتيجوري تبع tops اللي هم البلايز يعني او بعرف شو بتسموهم المهم تكبس هون add new category ونحط هون tops نعمل add فهيك احنا عملنا category جديد او مجموعة جديدة لهاي الفئة اللي هي tops والان بننزل على المنتج حكينا احنا لانه موجود عنا اصلا اللي هو size guide بالموقع فاحنا ما بدنا اياه فهدول كلهم نطلع بهاي الطريقة اي اشي اللي علاقة بالمنتج الرئيسي نمحي هاي كمان نمحيها نمحي كل هدول نمحي هاد كمان يعني لانو الحيطة هاي مش وراها اشي ثابت اوكي فهاي رح اوريكو كيف ممكن نعملها بطريقة تانية خلينا هلأ نعمل save هون وخلينا نمحي هاي بالاصل نخلي هاي ونحط الصورة الرئيسية يعني انت هون لما بدك الصورة الرئيسية اللي تطلع على الموقع بتعمل هون تضغط make موحد يعني لون ابيض فبنضغط على القلم اللي هون بنروح فما بيبين انه احنا شايلين اشي مش زي هديك اللي وراها حيطة هاي انا بدي اخلي صورة لكل منتج شيل هاي واعمل هون edit برضو امحي هاي واعمل save الان بننزل لتحت هون هون بيبين معنى المقاسات والالوان اللي متوفرة ومن ثم بننزل هون ونعمل هون select ونعمل delete ونطلع لفوق وبنعمل على اللي هي publish فبنرجع هون على الproduct طلعوا معنا هذا الproduct اللي احنا نزلنا الان بكبس عليه فهون رح يبينوا عندي اللي هم details اذا الآن ضغط انا على preview changes يبين عندي المنتج بهاي الصور اللي موجودة وهذا اشي كتير كويس الآن عندي هاي الصورة شايفين اللي عليها شي n كيف ممكن اشيل هذا اللي هو اللوغو فأول شي بضغط right click وبعمل على save image as وحط عندي على desktop وانا بستخدم برنامج اسمه npaint هذا البرنامج اللي هو npaint هو برنامج خرافي بتعمل open تختار الصورة وبتلا بتتعلي الماركر هون بتروح هون بتنقي اللوغو او اي اشي بالصورة بتعمل إرس شايفين محاها من غير ما يأثر على الصورة الاصلية يعني الصورة الاصلية كانت هيك وهيك محاها فهذا البرنامج هو خرافي يعني ممكن تستخدمه ع كتير شغلات اي think انه حقه 20 دولار او 15 دولار بنباع لمرة واحدة وبتلا بتعمل save فتلاقي الصورة طلعت معك من غير اللي هي الشيئن فترجع على الproduct هون بنروح هون بننزل بندور على الصورة اللي هي عليها اللوغو بنروح على الجالري فهتبين معنا هاي الصورة اللي هي الجالري فبنعمل delete هون وبنعمل add image وبنعمل upload file select file وبنختار الصورة اللي هي من غير لوغو وبنضغط على insert into post فبتنزل معنا هون بنزل لتحت لازم تعمل save changes تذكر هذا ايش كتير مهم ومن ثم بنضغط على update وبنضغط هون على preview changes فبنجد انو الصورة سبطلت من غير لوغو فهاي طريقة من الطرق انك انت تشيل اللوغو سواء عملته من خلال اللي هو علي اكسبرس نفسه اللي هو علي dropship plugin او عملته بالطريقة اللي انا وريتكم اياها عن طريق برنامج اللي هو ال M paint برنامج جدا مميز رح اتركيلكوا اسمه في اسفل الفيديو فهاي هي الطريقة اللي انت بتضيف فيها المنتجات من علي اكسبرس للمتجر تبعك خلينا نشوف بلا ال store تبعنا بس ناخد نظرة عليه طبعا هذا كله رح نغيره كمان شوي ولكن دعشوف المنتجات فبنلاقي هدول المنتجات ولكن الاسعار هون هي نفس الاسعار اللي احنا جبناها من علي اكسبرس يعني نفس السعر اللي موجود هون طيب احنا كيف بدنا نتحكم بالاسعار الخطوة الاولى بنروح على اللي هو علي dropship وبنروح على settings وبنروح هون على pricing اول خطوة بنعملها بنضغط هون على add new formula بنعمل معادلة بنحكي لعلي اكسبرس اذا سعر المنتج من سفر الى خمسة اضرب لي اياه بنحط علامة الضرب هون اضرب لي اياه بخمسة يعني خمس اضعف اوكي وبنضغط هون على save changes فنضاف معاي اول فورميلة الان بقدر اضيف كمان فورميلة بروح هون بعمل add new formula فباقول له اذا سعر المنتج من خمسة الى مثلا 20 اضربه باربع او اضربه بتلاتة مثلا او 3.5 اذا بدك اوكي بنحط علامة الضرب هون وبنضغط على save changes فصار فيه عندنا 2 فورميلة الاولى من 0 لخمسة والتانية من 5 لعشرين المفروض هاي بصراحة احطها مش من 5 احط 5.01 عشان ما يتعارض مع التانية الخطوة الثالثة بضغط على add new formula بروح حون بحكي اذا المنتج سعره من 20 point zero one الى خلنا نقول الف خلاص هاي اخر فورميلة عندي بتقدر تضيف انت عدد لا محدود ولكن انا بعطيك يعني اللي هو يعني اقتراحات اضرب لي ب 2.5 يعني سعره سعره بعشرين تبيعه مثلا ب 40 بتبيعه ب 50 خلنا نقول نضربه بثلاتة على سبيل المثال ومن ثم نضغط على save changes فاحنا صار عنا هيك 3 formulas اللي هم من 0 الى 5 اذا حق المنتج مثلا هون 3 بضربه بخمسة بيصير 15 هون من 5 الى 20 اذا حقه 10 بضربه 3.5 بيصير 35 ونفس الشي اذا حقه هون مثلا 30 بضربه لا هذي لازم علامة الضرب خلينا احط هون علامة الضرب وضربه بثلاثة فبيصير مثلا سعره 90 فانت بتختار ايش المناسبة اللي انت بتكتبيع عليها ومن ثم بننزل لتحت هون وبنضغط على update prices يعني تعديل الاسعار على الموقع بنروح هون نعمل refresh فبنلاقي هون الاسعار صارت من 35 من 36 صار 35 ومن 35 صار 63 هو بعمل زي خصم وهمي عشان يحكي للناس يعني خصم 50% الخصم بتخيل هون انه في discount ولحق وحالك وهذا كان سعره 10 وصار 35 لان اضربته انا حسب الفورميلا اللي حطناها ب 3.5 يعني بوقع بهاي المجموعة فهاي باختصار شديد انت اللي بتقدر تشتغله في موضوع التسعير وهون بنضغط على price rounding يعني اذا في كتير منه اللي هو point point كذا عشان ما يطلع منظره مش كويس بنضغط على save changes وبنضغط على update prices كمان فالان بتصير بشكل آلي اي منتج انت بتنزله من علي اكسبرس يتبع هاي الفورميلا او هاي المعادلة او ممكن تغير عليها باي وقت وتنزل تحت تضغط على update prices فالان انا رح اقوم بتحميل عدد معين من المنتجات على الموقع عشان يبين انه ريتش وارح ارجع لكم عشان نبدأ بالاعدادات الاخرى ونشوف كيف نعمل الديزاين واعدادات الشحن واعدادات الدفعات وغيرها احنا الان بهاي الخطوة بدنا نعدل الhome page الصفحة الرئيسية تبعت المتجر انا قمت باضافة عدد من المنتجات فاحنا الان بدنا نشتغل على هاي الصفحة فبنرجع على لوحة التحكم السلايدر السلايدر اللي هو هذا الصور اللي عند التحرك هون فبنزل انا للسلايدر هلأ في عندي انا كم سلايدر في عندي واحد تنين ثلاثة انا بدي اخلي ببدئيا السلايدر واحد هو اللي موجود فرح امحي هاد ورح امحي هاد وخلي فقط اللي هو السلايدر الاول هون اذا خلي اعمل save settings وعمل refresh هون رح تلاعوا انه بس تبقى صورة واحدة فالان احنا بنحط صورة مناسبة لهذا المتجر وهي بتكون لها علاقة بال women's fashion فبنروح على موقع اسمه pixels dot com pixels dot com لانه هذا الموقع بقطينا صور مجانية وما عليها حقوق ملكية وبنضغط هون على fashion مثلا بنعمل search نحط fashion فنطلعوا معاي صور عديدة خليني اشوف مثلا انا بدي طبعا الصور من هون بقدر اختار الorientation يعني بدي اياها horizontal ولا vertical يعني افقية ولا عمودية انا بدي الصور الافقية فبشوف الصور اللي موجودة عندي هون ممكن على سبيل المثال اختار هاي الصورة اختار هاي الصورة خلينا اجرب اختار هاي الصورة بضغط عليها بروح هون على free download وبختار الحجم اللي هو large وبعمل free download بسكر هاي فبتنزل الصورة عندي هون وبحط ها على desktop ومن ثم برجع على لوحة التحكم الرئيسية هون وبضغط على upload بروح على upload files select files وبختار هاي الصورة ومن ثم بضغط على select فبتبين عندي الصورة هون الان انا بقرر كيف بدي اياها تظهر يعني هون بقطيني مجال اني اختار اللي اشي اللي بدي يظهر في هاي الصورة فانا مثلا لو عملت هيك بهاي الطريقة وضغطت على crop فهي الصورة نزلت عندي بنزل تحت بعمل save settings بروح هون بعمل refresh فبلاقي هاي الصورة نزلت عندي الان انا بجرب عدة صور حتى الاقي الصورة المناسبة للموقع تبعي يعني هون في عدد لا محدود من الصور يعني ممكن تنزل على سبيل المثال هاي الصورة اذا بدك تنزل هاي الصورة يعني في صور مثلا هاي الصورة جايف ممكن تكون حلوة او هاي فهناك عدة صور انت ممكن تنزلها على المتجر الالكتروني بالطريقة هاي الان الخطوة التانية بنروح على الستنجز هون الان احنا نزلنا صورة فقط للدسكتوب للكمبيوتر ولكن لازم ننزل كمان بانر للموبايل عشان يطلع عنا بطريقة افضل فاللي بنعمله بنضغط على ابلود وبنختار نفس الصورة هاي بنعمل select وبنعملها كروب بهاي الطريقة بنعمل crop فهيك الصورة على الموبايل رح تظهر عندي انت فتحت الموقع على الموبايل رح تلاقي هاي الصورة الرئيسية الان بننزل تحت شايفين هذا التكست اللي موجود هون من هون بتقدر تغيره اللي هو a better way to save big نكتب مثلا latest trends in women fashion على سبيل المثال وبنحطها بالcenter يعني تكون بالوسط موقعها وهون الكلمة التانية اللي هي فوق تيجي your one stop for finding best deals بنقدر نمحيها او يعني مثلا لو شلناها كاملة هيك خلنا نضغط على safe settings مال نرف ريش هون فما بتبين معنا بس بطلع عنا اللي هو latest trends in women's fashion بهاي الطريقة فهذا الاشي انت يعني تجرب من هاي انك الاشي المناسب اللي تعمله الان بنعمل safe settings و بننزل لتحت هون الان احنا فيه عنا اللي هم best deals اول سطر يعني اذا بتروح هيك بتلاقي كمان اللي هم products وعنا just arrived وعنا trending now انا بفضل انه trending now تروح عليه وتعمله tend off بس تخلي اللي هم best deals و just arrived ممكن هون طبعا تغير الكتابة هاي لأي اشي انت بدك ايا يعني هون just arrived تكتب اي اشي تاني انت بدك ايا بس انا شايف هدول كلمتين مناسبات وبنضغط على safe settings ننزل لتحت هون الان هذا القالب بمكنك انك تعمل بلوغ اللي هي مدونة انا شايف انه ما في الها داعي الا اذا انت حبيت تعمل مدونة وتحكي عن المنتجات ولكن احنا في الحالة هاي ما الها داعي بنرجع بنطلع لفوق هون اذا انت شايفين فيه هو اشي اسمه يوتيوب فيديو اي دي اوكي يعني هون انت لازا بتروح على البنر بتلاقي اللي هو view video اوكي اذا بتكبس عليه بهاي الطريقة بصير في فيديو يظهر على الموقع ولكن احنا هاي ما بنحتاجها فنروح هون بنمحي اللي هو view video بننزل تحت بنعمل save settings بنرجع بنعمل refresh هون فراحت عندي اللي هي view videos انا ممكن هاي الصورة اغيرها بوقت لاحق لانا احسسها مش افضل شيء ممكن يكون ولكن انتو فهمتوا الفكرة اللي موجودة فالان انا ظل عندي اللي هو just arrived ظل عندي البست deals بغيرنا اللوغو وهون عنا البتون اللي هو shop now الخطوة التانية اللي بدنا نعملها بدنا نروح هون بعد هون بنروح على general وهون هذا القالب الجميل فيه انه بس تكبس كبس create بيقوم بإعداد صفحات الشحن وصفحات terms اللي هم الشروط والاحكام وصفحات عديدة خلينا نجرب نضغط هون على create وننزل تحت نضغط save settings الآن خلينا نعمل refresh تشايفين كل هاي الصفحات تم اعدادها من قبل القالب يعني اللي هي صفحة about us اذا بنكبس عليها بتلاقي welcome to omar j store we team of developers entrepreneurs كذا يعني بحط لك شغلات عامة بتزبط لكل business our partners مثلا يعني بعملك انه بحسسك انك انت امازون يعني هم شاطرين بهاي الشغلات فهذا اشي رائع جدا الآن خلينا نرجع على هاي الصفحة الخطوة الثانية بنروح هون على اللي هم الهدر عشان نغير اللوغو التبع الموقع فبنرجع على لوحة التحكم وبنروح على هدر اول شي بنعمله بنشيل اللوغو اللي هون بنعمل remove remove بنشيل اللوغو اللي موجودة هون وبنضغط على save settings فلو روحت على الموقع هون رح تلاقي انه ما في لوغو بطل اللوغو يطلع فالآن عشان نعمل لوغو للموقع بنروح على الموقع اسمه canva.com هذا موقع مجاني بمكنك تعمل designs رائعة واذا طلب منك انك تشترك لا تشترك لانه النسخة المجانية هي كافية وبنضغط هون على create design ومن ثم بنختار custom size بنرجع هون بنشوف حجم اللوغو الموصفي 230 ضرب 54 بنرجع هون بنحط 230 وهون بنحط 54 وبنضغط على create a new design فرح تفتح معنا هاي الشاشة فعلى سبيل المثال انا بدأ اسمي الموقع woman 21 بدي اسمي هيك انت بتقدر تسمي اي شي او زي ما حكينا في بداية هذا التريننج لما قلتلك كيف تسمي الموقع تبعك فبروح هون على text خليني اختار اللي هو خط مناسب خليني اختار الخط العادي اول شي هل اكتب هون بالكابتل كله بدي اكتبه woman 21 بروح بكبره بهاي الطريقة على على حجم هذا بقدر اكبره شوي كمان بتخيل فانا بدي اعمل منه نسختين بدي اعمل نسخة باللون الاسود و بدي اعمل نسخة باشي ملون طبعا انت ازا بتقدر تغير لوع الخط بس بتكبس عليه هون وبتروح هون في مليون نوع خط بتقدر تختاره واذا بدك تضيف كمان element ممكن تصغر هاي وتروح هون على شايفين elements هون وتضغط مثلا تكتب هون woman فبطلع لك شغلات لل woman او ممكن تحط fashion ممكن طلع لك شغلات انه ممكن تضيف ها لل logo مثل ع سبيل المثال ازا بدك تضيف هاي الصورة ممكن تضيف هون يعني في كتير شغلات ممكن تعملها من خلال هذا الموقع انا فيه تدريب خاص على كان موجود على قناتي رح اترك رابط باسفل الفيديو عشان تعرف وتشتغله عليه بالزبط ولكن انا خلي اعمل undo خليني اختار logo بهاي الطريقة وابسته ومن ثم اول شي بعمل download بنزله بpng format وبضغط على download فنزل عندي هون logo بمسكه وبحطه على desktop الخطوة الثانية بسكر هاي وبروح بغير لون اللوغو خلينا اختار لون مثلا هيك الى مثلا pink color بهاي الطريقة بما انه موقع نسائي وبضغط على download فانا نزلت يعني لونين نزلت الاسود ونزلت لون اللي هو ال pink هدا الان بروح على موقع اسمه remove dot bg وبعمل upload للامج عشان اشيل الخلفية من الامج اول اشي بختار الاسود فزي ما شفته شال اللون الابيض اللي موجود بس خلى الخلفية وبعمل عليه download upload وبروح على الموقع هون هون بقولك اللي هو website logo black فبعمل upload upload file select file وبختار اللوغو اللي هو ما عليه خلفية اللي هلأ عملته بعمل عليه select وبختار وهيك اوسط هون وبضغط على crop وبضغط على save settings الان لو رجعت على الموقع هون وعملت refresh ونزلت هيك رح تشوف اللوغو اللي هو woman 21 طلع معاي بهاي الطريقة فهاي اللوغو الاسود الان اللوغو اللي ملون اللي هو بالزهري برجع هون وبضغط على لا سوري بدي اروح اول اشي على remove dot pg سكر هاي واعمل upload واختار اللوغو هادا فهي نزل معاي هون وبضغط على download وباخده برضو بحطه على desktop برجع هون بعمل upload upload file select file ازا بدور على اللوغو الزهري بضغط على select بحاول بحاول ابسطه بهاي الطريقة كمان وبضغط على crop save settings الان لما اعمل refresh رح يطلع معاي اللوغو بهاي الطريقة فهي فيه اكتر من طريقة انت تعمل لوغو ولكن هاي واحدة من افضل الطرق اللي انا بشوفها زي ما تشوفوا زي ما لما تنزل بتغير لون لا الاسود المهم الان انا بدي الغي لما انزل يطلع معاي هذا sticky header بسموه فكيف بقدر اشيله بنرجع هون وشايفين هون على sticky header بروح بعمل disable sticky header وبعمل save settings فلما ارجع هون اعمل refresh فالان لما انزل لتحت ما رح يطلع معاي الهيدر وانا شايفه بصراحة هيك احسن يعني فهيك احنا غيرنا اللوغو تبع الموقع وهاي اول الخطوة احنا قمنا بعملها الخطوة التانية بنروح هون على general وهون شايفين اللي هم button colors اللي هم هذا لون هذا button او هذا اللي هم الالوان هاي بتقدر تغيرها من هون شايفين star rating color مثلا اذا بدك تعمله وعدا بيكون star rating بالاصفر بعرفش ليش بعبلوه بالاصفر بتعمل choose save settings ترجع هون تعمل refresh راح تلاقيه طلع باللون الاصفر بتقدر تغير الالوان من هون بعي اشي بدك ايا بتقدر تغيره من هون فهذا يعني مفهوم كيف ممكن تشتغل عليه واضح الخطوة التانية بنروح على single product وهون بيبين للا option اللي موجودة لما نضغط على اي product مثلا لو ضغطنا على هذا product بيبيني الابشن اللي موجودة هون فبنرجع هون display gallery images at their original dimension use slider for product images in every preselected variations هذا ما بدنا ايا show recommended products اوكي video انسا show products details tab show item show shipping and payment tabs اللي هم شايفين هدول 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 shipping and payment اللي هون الآن إذا نغير اي اشي من الكلام اللي موجود هون بالshipping and payments نقدر نغير من هون مثلا هون كتبين we are proud to offer international shipping operating over 200 countries المعلومات اللي موجودة هون فانت بتقدر تغير اي نص بدك ايا من خلال هذا tab او اذا ما بدك يتبين نهائيا بتضغط هون فبيبطل يبين بتضغط save طبعا ولكن انا بفضل تكون موجود لانه هون حطين يعني اذا بنرجع هون انه مدة الشحن حطين from 10 to 30 business days فهم بالمحصلة حمينك انه حطين انه مدة الشحن هي طويلة لانه انت فيه ممكن منتجات تختارها يكون مدة شحنها طويلة فانت مهم انك تبين هذا الشيء انك انت تبين هون لانه هدول الجماعة زي ما حدت يوم هم محترفين dropshipping فعارفين بالظبط ايش النص اللي يحطوه هون الآن بننزل هون show review tab بنخلي enable write review option انك تخلي الكستمر يكتب تقييم هاي بنعملها disable بننزل لتحت هون بنخلي هدول enable review enable verify why buy from us برضو بنخلي هون لانه هذا حطين حكي كتير كويس ومن ثم بنضغط على save settings الآن بننزل هون هدول بنخلي هم زي ما هم بننزل لتحت هون برضو هدول trust badges بنخلي هم وهدول برضو بنخلي هم زي ما هم فبق بنغير عليهم شيء فهاي هي صفحة single product الآن بننزل يعني لما يحط المعلومات تبعته فأول خطوة بنعملها بنروح حون بنعمل على المنتج هذا على سبيل المثال وبنضغط على add to cart بنروح على proceed to check out page فهاي صفحة check out الآن هم بحكي لك contact information first name last name address apartment country estate zip code الآن احنا حطين الهاتف هو optional يعني مش أساسي ولكن احنا بدنا الهاتف يكون أساسي لأنه الشحن ممكن يحكم على زبون عشان يمصل له الشحن فبنروح هون بننزل لتحت هذا كله بنخلي زي ما هم بنعمل هون على required fields make phone number field as required وبنضغط هون على save settings فالآن لو رحنا احنا عملنا refresh هون رح تلاحظ انه mobile صار مش optional صار اساسي في عملية انهاء الدفع الخطوة الثانية اللي بدنا نعملها ننزل هون هذا خلصنا منه بنروح على check out features بنستخدم اشي اللي اسمه one page check out يعني انه يخلص عملية تسجيل المعلومات والدفع في نفس الصفحة فهاي بنفعلها وهاي بصراحة واحدة من أفضل الشغلات الموجودة رح تجد انه هو بدخل المعلومات هون وبعمل عملية الدفع او بنفس المحل كلها بصفحة واحدة فهذا اشي رائع لانه انت بدل ما تخلي يروح من صفحة لصفحة الان طبعا احنا رح نضيف الشحن والدفعات ولكن احنا خلينا نشتغل على check out page على design تبعها بالأول خلينا نرجع يستعجل بعملية check out او انهاء الدفع اذا اخترنا هذا وعملنا safe settings او ريكو كيف التايمر شكله هذا اشي برجع لك شايف هون due to extremely high demand your cart is reversed only for 15 minutes يعني انه عندنا طلباتك كثيرة مش ملاحقين بيع فانه الكارت تبعتك بس معك 15 دقيقة تنهي هاي المعلومات وتدفع في ناس بتفضلها في ناس لا انا بصراحة بتركها للشخص يعني فخلينا نخليها موجودة هون اللي هي counter وبننزل هون على trust box بنعمله enable وبننزل هون ونضغط على save settings رح اوريكو كيف منظر هذا trust box بنروح هون بنعمل refresh اللي هو باختصار هذا هذا ببين لك اللي هما the safe fun fast way to buy your favorite merch يعني ممكن بدل merch تكتب هون product نعمل save settings الان enable why buy from us هاي بنخليها offload وهيك احنا بنكون خلصنا اللي هو check out features الان بنروح على about us اللي هي صفحة about us اوكي اللي هي هاي الصفحة اللي هي احنا موجودة عنا خلينا نرجع على الموقع بنلاقيها تحت اللي هي هون انو welcome to عمر جهامة بتلاقي هون المعلومات فإذا تغير تغير اي اش تقدر تغير من هون ولكن زي ما حكت لك هذول الناس هما عارفين بالضبط ايش يكتبو فممكن تخلي المعلومات او اقرأها ورجعها الان اول core values برضو اللي موجود كل اشي موجود بهاي الصفحة موجود هون اذا تشيل اشي من هون تعمل remove اذا بدك تضيف اشي بتعمله upload اللي هو اي معلومة موجودة بهاي الصفحة فانا ما راح اقضي عليها وقت كبير الخطوة التانية من راح صفحة thank you اللي هي لما واحد يشتري من عندك الان هاي يساتر هاي الصفحة تطلع هاي الصورة وننزل تحت thank you for your order your order has been placed you might not get them at the same time الآن شايفين قديش هم يعني شاطرين لدرجة انو حطي معلومة if you ordered more than two items you might not get them at the same time due to varying location of store houses يعني اذا انت طلبت اكتر من طلب وهدول الطلب مثلا كانوا من اكتر من مورد او سبلاير ممكن يعني هما بحكولوا انو ممكن يوصلوك باوقات مختلفة لانو احنا عنا او المخازن موجودة باماكن فهاي بنخليها زي ما هي الآن بننزل على contact us الآن الايميل اللي رح يوصل لك اللي هو support at عمر have any question خلينا ننزل بلا نشوف صفحة contact us هون have any question send it لا الايميل هو support at اسم ال domain طبعاك فاحنا لازم نقوم باعداد ايميل رح نقوم باعداده بفترة لاحقة ولكن هاي الصفحة ممتازة ايش كمان ضل عنا هون ضل عنا السوشال ميديا اذا انت في عندك حسابات على السوشال ميديا هون بتقدر تحطهم على مثلا facebook link instagram link وبتعمل على save settings السبسكرايب form اللي هو موجود على الهوم بيج اللي هو يا اعزائي هذا هلا بصراحة انا حاسه انه مش مهم يعني فممكن احنا شو نعمل نروح نلغي كامل ونضغط على save settings نرجع هون ما بنلاقي موجود انا شايف منظر الموقع من غير ه احسن فانه ممكن احنا نشيل subscribe box والfooter اللي هو التذيل الموقع هون موجود عندك contact about us اللي هو هدول contact about us let us help you payment methods موجودة copyright السنة موجودة الان هون شايفين رقم التليفون والايميل الان اذا ما في عندك رقم تليفون او ما بدك الناس تحكي معك برقم تليفون بتشيله واذا ما في عندك address يعني محل انت موجود فيه بتشتغل عمالك من البيت برضو شيله واضغط save settings فبتروح هون بتعمل refresh بتلاقي بس الايميل موجود اوك الان بنروح على ايش ضل عنا صفحات ضل عنا البلوغ احنا البلوغ مش مفعلين اصلا يعني فهو مش موجود اشي عليه يعني خلين روح هو نتأكد البلوغ مش فعل وال 404 page هاي برضو خليها زي ما هي ما تغير عليها فاحنا هيك مين لي شفنا الاعدادات الرئيسية اللي موجودة في القالب وكيف انت بتقدر تشتغل بطريقة انه يكون في عندك قالب مميز تضيف الريفيوز تضيف اللي هم هدول كيف الصفحة check out page قديش منظرها مميز لانها بسموها one page check out بهاي الطريقة وعندك هون هدول اللي هم ال safety badges الان خلينا نروح على الشغلات التانية اللي هي الاعدادات تبعت الشحن والدفعات عشان نخلص الانشاء هذا المتجر زي ما بنشوف المتجر تبعنا تقريبا صار جاهز الان بدنشتغل على اعدادات الشحن والدفعات والعملات والعديد من الامور اول شيء بنروح على ال dashboard وبنضغط هون على ومن ثم بنروح هون على settings اول خطوة بنعمل high tech ومنعمل high tech وهون في رسالة انتو رح انتبهو لها وهي customer note for a supplier we are drop shipping please don't include any invoice or a promo material into the package هاي المسج هم حطي لنا اياها وهاي مهمة جدا لما نعمل طلب رح اوريكو كمان شوي كيف نعمل طلب كامل بتوصل لل supplier اول المورد انو احنا بنعمل drop shipping فلو سمحت ما تحط لا فاتورة ولا تحط يعني promotional materials اللي هم اعلانات دعائية في الباكيج اللي هي في الشحنة فهاي مهمة فاحنا دول بنحط هم mark as processed mark as shipped وبنضغط هون على save changes الخطوة التانية بدنا نروح على currency احنا pricing خلصناها الان بدنا بتشوفو هون الدولار ولكن احنا بدنا نضيف عملات عديدة فكيف بنعمل هذا الشيء بالadditional currencies هون بنضغط ومن ثم بنختار select all والخطوة التانية بنحكي currency location ايش معناها هاي معناها لو انت مثلا شابك من السعودية بتشوف العملة بالريال السعودي لو شابك من مصر بتشوف العملة باليجبش باوند لو من الاردن بدنار الاردني وهكذا فبندغط هون على currency location ومن ثم بنضغط save exchanges زي ما انتو شايفين هون هاي اللي هي currency exchange rate are updated once per 24 hours يعني هو القالب لحاله بصير يعمل تحديث لسعر العملات مقابل الدولار فهيك انت ما بواجهك اي مشكلة كل 24 ساعة بصير يعمل تحديث فالان رح ياخد شوية وقت العملات عديدة احنا ضفنا كل العملات حوالي 149 عملة فهيك خلص اذا بنرجع على المتجر تبعنا وبنعمل refresh رح تلاحظوا هون اذا بكبس على العملات رح تلاحظوا على عملات عديدة كلها موجودة هون فهذا اشي رائع الان انا لو بدي افتح المتجر براوزر مختلف رح تلاحظوا انه العملات العطلي اللي هي الجوردانيان دينار لانه انا هلأ موجود في الاردن فالعملات العطلي هي دينار الاردني فهذا اشي رائع جدا يعني اي شخص بدخل عمجرك من اي بلد بطلع له عملته المحلية فهاي اول خطوة قمنا فيها بال تاني خطوة بدنا نروح عليها اللي هي البيمنت بنضغط عليها الان بالنسبة للكريدت كارت المعروف انه اشهر بواب الدفع هي سترايب فالعالم كلها بتروح بتختار سترايب اذا هم موجودين بأوروبا او موجودين بامريكا وكالدا وستراليا وبهاي البلدان ولكن عشان احنا يعني موجودين بالوطن العربي احنا الابشن اللي موجود عندنا فقط هون اللي هي اسمها يا اعزاء اللي هي paytabs paytabs هي الpayment gateway الوحيدة اللي بتتوافق مع هذا الثيم paytabs هي شركة مواب الدفع payment gateway بتخدم الوطن العربي لو بنروح على الموقع تبعهم بنجد هون انه هاي اللي بتخدم مثلا مصر بتخدم الامارات بتخدم السعودية فهي موجودة بالاردن يعني موجودة بتخدم كل بلدان الوطن العربي لو انت بدك تضيف لكريدت كارد على متجر لدروب شبنج تبعك بدك تتواصل مع هدول paytab ولكن لازم يكون في عندك شركة لانه انت اذا رحت كفرد تقولهم والله انا بدي ااخد من عندك اشبك من عندك الكريدت كارد رح يقولولك احنا بدنا ورق الشركة تبعك فهذا مهم انك انت يكون في عندك اللي هو الشركة عشان تقدر تاخد اللي هي اللينك تبعهم بس تاخد اللينك تبعهم بيعطوك هو بوساطة شديدة بيعطوك ايميل وبيعطوك secret key بس بتدخلهم هون خلص بتصير انت مفعلي عندك الكريدت كارد اوتوماتيكيا على المتجر شايفين قديش الموضوع بسيط ولكن زي ما حكيت لكم هون لازم توقعوا agreement او تاخدوا منهم من paytabs ولازم يكون عندكم شركة اذا عملتوا هادا الشي بيكون اشي كتير رائع بس بتعمل هون enable paytabs وبخطوطين بتصير الكريدت كارد شغال عندكم العملة اللي بتكون تروحوا تاخدوها من عندهم اذا قررتوا تعملوا هادا الشي بتكون تروحوا تاخدوا الدولار تقول لهم احنا بدنا نقبل الدولار على المتجر تبعنا على اساس اذا انت بتبيع لكل بلدان العالم تضل العملة الرئيسية تبعتك الدولار يعني انت بتوري الاشخاص بكافة العملات المنتجات ولكن انت فقط بتقبل كعملات اللي هي الدولار زي ما بتشتغل على سترايب وغيرها من ال فهي احنا ما رح نفعلها الان ولكن حاجة لكم وكيف ممكن تحصلوا على الكريت كارت اذا انت موجود بأوروبا فانت شخص محظوظ بتقدر عطول تروح تفعل لسترايب لانه ما بتحتاج انك تروح تقدم ورق وتحكي معهم عطول بتدخل على الموقع تبعهم وبتسجل بس لازم يكون في عندك سوشل سيكوريتي نمبر او يعني رقم اقامة في هدول البلدان عشان تقدر تسجل من خلالهم واللي بيحكي لكم انه سترايب بتقدر تسجل شركة بامريكا وتفتح من خلالهم هذا الشخص معلوماته قديمة جدا لانه سترايب صاروا يفهموا لهذا الشيء فصاروا يطلبوا منك غير اللي هو رقم الشركة اللي هو الـ بيطلبوا منك سوشل سيكوريتي نمبر اذا انت عزيزتنا البايبال فاحنا بنفعل البايبال على المتجر فاول خطوة بنعملها بنضغط على انابل بايبال بايبال وبينزل هون على الانتجريشن بنخلي الكرنسي دولار وبينزل هون الانتجريشن بنحطها كلاسيك مش بنحطها ريست اي باي بننجي لكلاسيك وهون بتحط الايميل اللي انت عملت فيه اكاونت على البايبال اذا انت ما بتعرف كيف تعمل حساب على البايبال بتقدر تحضره فهون انا بدي احط الايميل تبعي اللي موجود على البايبال اللي هو انا انشأت فيه الحساب عشان المصاري تنزل بحسابي لما حد يشتري طبعا اذا تكم اشتغلوا كاشون ديليفري تقبلوا كاشون ديليفري اذا تكم تشتغلوا فقط بالبلدة اللي انتم موجودين فيها بتقدروا تفعلوه من هون خلينا نسيف المعلومات البايبال ومن ثم نروح على المتجر تبعنا نعمل ريفريش فالآن خلينا نفترض انه انا بدي اشتري مثلا هذا بكبس عليه وبنجي مثلا الـ وبروح بضغط على ومن ثم بضغط على فرح يظهر عندي هون اوبشن البايبال عشان الشخص يشتري الآن اذا بدك تطلع البايبال تطلع على صفحة المنتج يعني بهاي الصفحة عفوا بهاي الصفحة بدك اللي هو البطن تبع البايبال بيسموه express check out بتروح هون وشايفين اللي هو enable express check out بتفعله بهاي الطريقة ومنروح بنعمل save changes فلما نعمل ريفريش هون راح تلاحظوا انه البطن تبع البايبال صار يظهر هون فالشخص مش ضروري يروح يعمل check out وينهي كل المعلومات بعمل check out من خلال البايبال فهاي انتو بتفعلوها لو بدكم تبيعوا لبلدان يعني خلنا نقول امريكا كندا يوروب اذا تقوم بالعالم العربي انا بنصحكم ما تفعلوها تخليهم يدخلوا كل المعلومات بالتفصيل المهم بنرجع هون وهيك احنا بنكون خلصنا من الاعدادات الدفعات اللي هي الpayments بنروح الان على shipping الان هو موجود باي default بحكي لك انه الكنتريز دات يو شبتو لال الكنتريز في العالم 253 دولة اذا في دول انت محددة بدك تشحن لها بتعمل unselect all مثلا تختار هون مثلا united states بتختار ها ومثلا بتختار كندا بتنجيها فانت بتختار البلدان اللي انت بدك اياها او انت بتختار select all countries فهو انت حسب البزنس موديل فالان زي ما حكينا اذا انت فقط بدك تبيع للولايات المتحدة وتاخد الموردين الموجودين بالولايات المتحدة زي ما تعلمنا بالجزء اللي هو بتعلق كيف تلاقي الموردين بتحطهم united states اذا اكتبيع لكافة الدول بتضغط select all بتخليها زي ما هي default country بتخليها united states الآن بننزل تحت الفعال عندهم الآن اللي هو free shipping يعني انت بتشحن بطريقة مجانية و zero cost ولكن انا اللي بدي اعمله بدي اروح على العلي اكسبرس واشوف اللي هو المتجر اللي اخدت منه للضاعة فبروح على sheen بروح مثلا على هذا المنتج وبفتح اللي هو shipping اوكي عندي هون العلي اكسبرس standard shipping هاي بدولار وعندي اللي هي express shipping ب25 دولار فانا بختار اي واحد انا بدي اياه اوكي انا اللي بقترحه انك تعملو كالاتي انك تروح على free shipping اوكي وتعمل عليه edit وتروح هون شايفين delivery time وتروح تختار اللي هي الشبنج اللي موجود هون طرق الشحن اللي موجود عندهم اوكي فاول واحدة اللي هي بدولار وخمسين هاي بنحط ها free ولكن شو بنكتب بنكتب هون 25 to 30 business days اوكي يعني delivery time بوصلك من خلال 25 ل 30 يوم عمل وهاي مجانية ومن ثم بنضغط اللي هي هاي موجودة على كل المنتجات وبنضغط على save وبنعمل back والآن بنروح هون على standard اوكي او بنروح على expedited اللي هو الشحن السريع بنضغط عليه edit وبنروح هون بنحط ال shipping cost هون عنا 25 بنحطه احنا 15 دولار اوكي يعني احنا نقصنا اللي هو المبلغ اللي هو 25 لانه احنا ربحانين كتير في البضاعة وهون بنحط ال time بنحط from 7 to 10 business days اوكي فانت عطيته خيارين عطيته خيار انه يدفع مبلغ للشحن او انه ياخد الشحن مجاني بس بده يستنى فهيك انت ما رح تواجه مشكلة مع الناس اللي بيشتروا من عندك دايما انت لما توريهم هاي المعلومات على الصفحة الدفع بتخليهم مرتاحين يعني خلاص بتتحكم بتوقعاتهم فاذا رحنا هون على الهي add to cart رح ن proceed to check out رح نلاقي بس الفري ما رح نلاقي المدفوعة وانا عندي كتير هون items خليني هاي خليني ارجع على الويب سايت اروح على الكارت هون اعمل هاي remove وعمل هاي remove عشان ابدأ من جديد وانا ليش عندي طالع طريقة شحن واحدة يا اعزائي لانه انا شو نسيت اعمل نسيت اعمل back واعمل شايفين status افعل اللي هي expedited ممكن انت تروح تعملها edit تسميها مثلا express بدل expedited تعملها هيك express اكي تنزل تحت تعمل save تعمل back وهي عندنا مفعلة فالان على سبيل المثال خلينا نفترض اني اشتري هذا بكبس عليه بروح بضغط على add to cart proceed to check out فزي ما شايفين طلع لي اللي هو shipping method free اللي هو مكتوب عليه 15 ل30 business days وطلع لي expedited اللي هو من 7 على 10 business days فانت بتختار ال客 اذا ال free بيختار او expedited بدفع 15 دولار زيادة على الشحن فهاي هي بصراحة افضل طريقة عشان انت تتحكم بتوقعات الناس اللي بهم يشتروا من المتجر تبعك وما تواجهك اي مشكلة يعني علي اكسبرس عم بيوري هاي المعلومات وعم بيبيع يعني واحد من اكبر المتاجر الالكترونية في العالم فبالتالي هو عارف كيف يتحكم بمعلومات الاشخاص بانه يوريهم الحقيقة زي ما هي فانت لو مثلا بدك تروح تشحن للامارات على سبيل المثال راح تلاقي برضو نفس الشي ولكن هون الشحن اقل سعره اللي هو تبع اراميكس فهيك انت هاي الطريقة الافضل الا اذا انت اخترت زي ما حكينا انك تشحن فقط لامريكا فوقتيها المعادلة كلها بتتغير لانه انت الشحن سريع وسعر الشحن اقل فبنرجع هون وبنروح على النقطة التانية الان حكينا على الكرنسي وحكينا على البيمنتز وحكينا على الشيبينج الان الخطوة الاخيرة بدنا نروح نصبت الايميل عشان نستقبل ايميلات من اللي هو الدومين تبعنا او النطاق تبعنا فبنروح هون على نوتيفيكيشن وبنرجع الاستضافة تبعتنا اللي هي هوست جيتر وبننزل لتحت عند الكنترول بنلاقي هون ايميل اكاونتز فبنضغط عليها فبتفتح معنا هاي الصفحة الان اذا رجعنا على الموقع تبعنا وروحنا هون على صفحة كونتاكتس رح تلاقي انه احنا ذاكرين ايميل اللي هو support عمر جيستور تتكم فاحنا الان بدنا نعمل ايميل اللي هو support فبنرجع هاي الصفحة وبنضغط هون شايفين على create وبنحط هون support يعني انا بدي ايميل باسم النطاق يكون support at اسم النطاق وهون بختار password لهذا الايميل ومن ثم بضغط على create فهي الايميل عندي صار support at عمر جيستور دوت كوم بضغط هون على check ايميل فبتفتح معاي هاي الصفحة اللي بتمكني اشوف الايميلات تبعوني فبضغط هون على open وبلاقي هذا الايميل واصل في الاعدادات تبعة الايميل فبفتح هذا الايميل وبرجع هون على الwordpress بختار هون بالservice بختار اللي هو smtp الان mstb host اللي هو الموقع يعني اللي هو الدومين فبامسكه بهاي الطريقة اللي هو omarjstor.com وبنزله هون الان smtp port اللي هو بالاعدادات اللي وصلتني عن طريق الايميل بجد انه الاوتجوين سيرفر اللي هو رقمه 465 فبرجع هون بدخل 465 الان الخطوة اللي بعديها بالانكريبشن هون بختار اللي هو use ssl انكريبشن بختار هاي واليوزر نيم هون هو الايميل نفسه الايميل اللي انا هلأ عملته اللي هو support at omarjstor.com والpassword اللي انا دخلتها لهذا الايميل برجع بدخلها هون ومن ثم بضغط على save changes الان اذا بنزل لتحت هون بجد انه هون في اعدادات اخرى ولكن هاي الاعدادات انا ما بدي امسكها لانه هاي الاعدادات هي افضل شيء موجود اللي انا بدي اشوفه هون اللي هو لما يصير عندي طلب جديد رح يبعت لي ايميل لل ايميل اللي انا سجلت فيه بالاستضافة او اللي ولكن هيك احنا عملنا الاعدادات الرئيسية للايميل احنا بهاي الخطوة بدنا نقوم بالعمل على المينيو اللي هما شايفين هدول اللي هون وبدنا ننزل كمان نشتغل على هدول اللي موجودين هون كيف نعدل عليهم فأول الخطوة بنروح على لوحة التحكم وبنضغط على ومن ثم بنضغط على الان رح نجد انو في عنا ثري منيو في عنا اللي هو الاباوت وفي عنا لت لت هلبي وفي عنا المين منيو المين هو المين اللي موجود هون وهذا رح نبدأ نشتغل عليه فأول الخطوة بنعملها بنروح على المين منيو بنضغط على select الان هدول اللي موجودين هون بدنا نمحيهم بنروح هون بنعمل الصفحات اللي بدنا نحط ها بهاي المرحلة من الموقع أول شي بدنا نروح نحط product categories اللي هم المجموعات فبننزل تحت هون على product categories وبنختار dresses وال tops وال bottoms إذا عندك انت أكتر من هيك برضو بتختارهم وبتضغط على add to main menu وتأكد انو display location تكون محطوطة main menu هاي مهمة جدا ومن ثم بنضغط save menu إذا بنرجع بنعمل refresh هون رح نجد انو المنيو طلع لنا بهاي الطريقة الآن إذا بد نضيف كمان صفحات هون على سبيل المثال عندي صفحة اللي هي contact us إذا بدي بكبس عليها هون وبضغط على add menu وبقدر أضيف ها بأي محل ولكن بداخليها آخر شي هون وأضغط على save menu برجع بعمل refresh تظهر عندي هاي الصفحة فإنت بهاي الطريقة بتتحكم بالmenu أو القائمة اللي هي القائمة الرئيسية الآن القائمة اللي هي بالفتر وبتديل الموقع في عندك قائمتين اللي هم about وفي عندنا let us help you فبنروح على about بنروح هون نضغط about فبنضغط select الآن هدول الموجودين عندنا هون إذا بدنا نمحي إشي منهم يعني مثلا إحنا ما في عندنا بلوغ بالموقع فبننزل هون وبنضغط على remove الآن إذا مثلا بدنا نحط privacy policy قبل contact us بنعملها بهذه الطريقة فإنت بتقدر تضيف أو تشيل أي شي هون بهاي الطريقة البسيطة وبنضغط على save menu الآن كمان في عندنا اللي هو let us help you بنضغط على select اللي هو had وبرضو هون بنقدر نشيل أو نحط أي شي بدنا إياه من هدول ال items بالطريقة اللي وريتكم إياها فالموضوع بسيط جدا بس أنا حبيت أوريكم إياه عشان يكون واضح بالنسبة لكم فهيك إحنا بنكون خلصنا المتجر تبعنا بنكون على المتجر يعني أطلب أعمل عملية شراء وننفذ هاي العملية باع علي إكسبرس أو ووريكم كيف الطريقة لننفذ فيها هذا الطلب الآن بهاي الخطبة بدنا نقوم بعمل طلب على المتجر ووريكم كيف ننفذ الطلب من علي إكسبرس فأنا فتحت المتجر سكرت كل إشي زي ما أنتو شايفين فطلع عندي اللي هو small ومن ثم بضغط على add to cart وبضغط على proceed to check out فهون بحط الإيميل تبعي بحط اسمي بحط الادرس وبحط هون البوستال كود بحط المدينة بحط رقم التليفون وهون باختار طريقة الشحن اللي بدي إياها أنا رح أختار الفري وإنتو إذا ملاحظين هون العملة هي بالدينار 22 و 0.7 20 بتطلع تقريبا 31 أو 32 دولار الحلو في هذا الموضوع أنك أنت بتوري العملة لهاي المرحلة بالدينار ولكن المبلغ اللي رح تقبض عن طريق البيبال بالدولار فهذا حل مشكلة كتير عويصة أنك أنت في الورد بريس العادي من غير العلي دروب شب رح لازم تنزل بلاج معين عشان تحول العملة هون ولكن هم بحولوها بشكل أوتوماتيكي فالمهم بضغط على complete order ففتح معاي الآن هون البيبال اللي المبلغ هو 32 دولار حول للدولار فبروح بحط الإيميل تبعي البيبال تبعي أو طبعا الكستمر بقدر دائما يعمل حساب جديد إذا ما عنده حساب على البيبال 32 دولار بيد البالانس وبضغط على return to ميرشانت فطلع لي هون thank you for your order your order has been placed وهيك أنا بعت أول بيع عندي فالآن أنا كاللي هو صاحب المتجر بروح على لوحة التحكم الرئيسية بروح هون على علي دروب شب بروح الداشبورد فالهون رح يحكي لي في عندك سيل هل قدي قيمته وبروح بنزل تحت بلاقي أنه أنا اشتريت بقيمة اللي هو 32 دولار إذا بروح حون على orders بلاقي الorder تبع paid و not processed yet هذا عشان أنا أفعله وأطلبه من علي اكسبرس شايفين قديش الموضوع بسيط يعني انت سار عندك متجر وقبلت الطلبات هلأ هاي الصورة بصراحة بتخوف خلينا نغيرها هاي الصورة اللي وردت إياها قبل هاي الصورة موجودة يا أعزائي اللي هي بصفحة thank you page بنروح على customization بنروح على thank you هون وهاي الصورة بتعمل upload لأي صورة مختلفة مقاسها 1920 بخمسمية وخمس بس بدل هاي الصورة لأنها بصراحة مش حلوة كتير أو خليها إذا بتحب فهذا الموضوع هو يعني إشي برجع لك المهم خلينا إحنا بموضوعنا الرئيسي الآن إذا برجع هون على dropship وبروح على orders فببين عمدي هذا order زي ما شفنا الآن خلي أروح على إيميلي أشوف الإيميل أنا كذبون اللي وصلني على الإيميل تبعي من المتجر بلاقي هذا الإيميل وصلني من عمر store اللي هو thank you for your الضغلات جديدة بدي أشتريها فهذا إشي ممتاز جدا جدا فهيك إنت بعت لزبون إيميل خلينا أروح على paypal أشوف إذا المبلغ نزل بحسابي فهون فعلا لقيت المبلغ موجود دخل بحسابي فهلأ صار أنا بقدر أصحبه أو أستخدم هذا المبلغ أشتري أي إشي تاني فهذا إشي كويس الآن إحنا بدأ ننفذ الطلب فأول خطوة بنعملها عشان ننفذ الطلب بنروح على علي إكسبرس وبنتأكد إنه إحنا داخلين بالعلي إكسبرس يعني بنروح بنعمل هون متأكد إنه إحنا داخلين في علي إكسبرس نشوف my orders تمام فبنفتح علي إكسبرس بهاي الطريقة أوكي انتبهوا معاي place order automatically أوكي يعني أنا هلأ فاتح علي إكسبرس هون فبضغط على place order automatically أنا الآن مش عم بمسك إشي بالماوس أوكي انتبهوا معاي الآن هو بشتغل لحاله شايفين أنا مش عم بكبس إشي ولا عم بعمل إشي أنا لحد الآن مش عم بعمل إشي يا جماعة هو عم بشتغل بش وعمل كل إشي ممكن ينعمل بهذا الأردر إنتو متخيلين الآن طبعا إذا بدك تغير الشحن لإشي تاني بتكبس هون وبتغير ه للطريقة الشحن اللي موجودة ولكن الأردن ما في غير هاي طريقة الشحن اللي علي أنا أعمله بس بضغط على select payment method بضغط على continue فبضيف ها عندي هون ومن ثم بضغط على place order فبوصلني هذا القميص هيك أنت بتبعته للزبون طبعا فخلينا الآن بس قبل ما نكبس place order راح تلاحظ هون شايف هاي المسج طلعت بشكل آلي كمان على الطلب لما يوصل للعميل فخلينا نضغط هون على place order فهيك حكالي payment successful thank you we received your payment الآن إذا بروح هون على my orders بلاقي هاد orders payment being verified وهيك انطلب وعلى طول بشحنوا للعميل شايف قديش الموضوع بسيط وسهل يا أعزائي يعني هيك انت خلصت كل العملية الآن بنرجع هون بنسكر هاي وتغيرت الستيتس شايفين اللي هي الفلفلم صارت يعني معناته إنه هذا الآن في ضوء العمل بس ينشحن بتتحول automatically لشبت أوكي فهاي هي ببساطة اللي هي انت بتقدر تعمله وتشحن للكستمرس طبعونك فأنا وريتكو يعني باختصار السايكل كاملة اللي هي شايفين الفلفلم صار اللي هون بروسست الستيتس طبعته فأنا هيك وريتكو الحلقة كاملة كيف انت طلبت وكيف استلمت الوردر وكيف فصلك ايميل فأنا بتخيل انه هيك احنا خلصنا الترينيج تبعنا لكيفية انشاء متجر دروب شبنج على الورد برس وكيفية تنفيذ الطلبات وعمل اول طلب اللي بيضل انك كيف بدك تطلع من المتجر تبعك شايفين هون بتروح على عمر وبتضغط على لوج اوت فبتطلع من المتجر تبعك من غير ما تروح من خلال الاستضافة بتحط الدومين اللي هو omargestor.com وبتشيل هاي وبتكتب هون wp-admin بهاي الطريقة بتعمل enter فبتفتح معك هاي الصفحة بتتذكروا الـ user name والباسورد اللي دخلناهم قبل ما انفعل الورد برس بالموقع بالاستضافة بترجع بتدخلهم هون وبتضغط على لوج فبترجع بتدخل على المتجر تبعك فهيك احنا خلصنا كل اشي في بناء المتجر الان بضل عليك انك انت تنشئ متجر مميز تحط عليه بضاعة مميزة وتعمل marketing بطريقة مناسبة فيديوهات كيف انك تعمل marketing موجودة بكل محل ولكن انت بدك تختار الاشي اللي افضل لال المتجر تبعك ولكن انا وريتك اساسيات كيف تعمل متجر ناجح وكيف تضيف بضاعة وتتحكم بمدة الشحن بتمنى لكم الخير دائما اذا في عندكم اي اسئلة حطوها بالدسكريبشن والسلام عليكم